موسيقى الرئيس السيسي يشارك أسر وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر المبارك ويكرم عددا منهم موسيقى البيت الأبيض يؤكد عدم إرسال أي قوات أمريكية لأوكرانيا وبيض يكتمع بمستشار الأمن القومي موسيقى لوفروف يؤكد أن روسيا لن تخاول إنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا بحلول يوم النصر موسيقى الثالثة صباحا الواحدة بتوقيت جرانيش نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة أهلا بكم مشاهدينا وكل عام وأنتم بخير والبداية مع الزميل تامر حنفي صباح الخير تامر أهلا نوعي وأهلا بكم مشاهدي الكرام أجل الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصلا هاتفيا مع الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك معربا عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار للشقيق الكويت المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال إن أمير الكويت أعرب عن امتنانه للتهنئة واللفتر كريمة للرئيس عبدالفتاح السيسي متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل سلام وأمن واستقرار تلقى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصارا هاتفيا من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك وذلك لتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك دعينا الله تعالى أن ينعم على البلدين الشقيقين بالخير واليمن والبركات وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أعرب عن تمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية أبناء الشهداء بمناسبة عيد الفطر المبارك وقدم مجموعة من أبناء الشهداء هدية إلى رئيس الجمهورية عبارة عن علم مصر وعليه عبارة شكرا من القلب شارك أبطال مسلسلي الاختيار والعائدون في احتفالية أبناء الشهداء بعيد الفطر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أكد في كلمة له أن العمل الدرامي نقل بكل أمانة الأحداث التي وقعت عام 2013 مبينا أن الشهداء لم يسقطوا في معركة الطغيان ولكن في معركة حماية الوطن أنا مقول هنا لكل أولاد وبنات مصر وأسر الشهداء والمصابين أو تفتكروا أن أولادكم أبهاتكم أزواجكم سقطوا في معركة طغيان لا إحنا ما تغناش إحنا لم نعتدي إحنا حاولنا وكل كلمة اتقالت دي كانت عبارة عن واقع نقلتوه وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القوات المسلحة كانت خريصة دوما على عدم الصدام في فترة حكم الإخوان الإرهابية حتى في طريقة كتابة البيان الذي خرج عقب ثورة الثلاثين من يونيو من عام 2013 طب تصدقوا بالله حتى البيان اللي كتبناه كنا حرصين إن إحنا لآخر لحظة ما يحصلش الصدام لقلنا فيه عزل رئيس ولقلنا فيه مش عارف جماعة إرهابية ولا أي حاجة كما أضاف الرئيس السيسي أن جماعة الإخوان الإرهابية هددت الجيش باستهداف أمن مصر في ثلاث مناسبات خلال مرحلة الحساسة من تاريخ البلاد أنا عايز أقول لكم الموضوع اللي حصل فيه تهديد مباشر للجيش اتعمل ثلاث مرات مرة اتعمل مع المشير الله يرحمه حسين طانطاوي إن لو الانتخابات والنتائج طلعت غير الرئيس الله يرحمه مرسي يبقى البلد ستولى المرة التانية لما خيرت الشاطر قال إحنا نقدر حرقنا المقرات بتاعت الأمن الوطني ونقدر نعمل محاكمة شعبية ليهم ونحاكمهم المرة التالتة كانت لي شخصيا قسما بجلال الله خمسة واربعين دقيقة خمسة واربعين دقيقة يعمل لي بإيده كده خمسة واربعين دقيقة يقول لي حنقتل وحنجيب من كل حدة وحن وحتولع الدنيا هذا وقد خرص سيد رئيس الجمهورية على تكريم أبناء أسر شهداء الجيش المصري وقوات الشرطة وتضمنت قائمة أسماء شهداء الجيش المكرمين اسم الشهيد عميد أركان حرب خالد أحمد علاء الدين علي واسم الشهيد عميد أركان حرب محمد محمود محمد عبد المتجلي واسم الشهيد رقيب أول إسلام أحمد زاهي أحمد كما قرم الرئيس الشهداء الشرطة وهم اسم الشهيد عقيد شرطة أحمد جابر أحمد نصار واسم الشهيد مقدم شرطة عبد الرحمن عادل عبد الرحمن عبده واسم الشهيد مساعد شرطة أول محمد علي صابر علي واسم الشهيد جندي عبد الرحمن محمد عبد الحكم ثم كرم الرئيس شهداء الأطقم الطبية وهم اسم الشهيد فني طمريد فوزية فوزي أحمد إسماعيل وجه أسر الشهداء التهنئة لرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفتر المبارك مثمنين دعمه المستمر لهم كما أكدوا استعدادهم لبدل المزيد من التضحيات من أجل الوطن المزيد في التقليل التالي إنك تقدر توصل للفرحة تنور قلوبهم ومش بس كده ده النور اللي فيها ينور مصر كلها وأراضيها هي دي الرسالة وهو ده رد الجميل البلد دي دفعت تمن كبير قوي عشان تصل إلى ما نحن فيه بدماء وتضحيات ناس كتير وأسر ده دفعوا التمن ده ليه عشان البلد دي تعيش احتفلنا بالشهيد مش محتاج مناسبة ولا موعيد يمكن المناسبات هي اللي بتستمد بهجتها من ذكرى الشهيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحرص كل عام على الاحتفال بالعيد وسط أبناء الشهداء والقوات المسلحة المصرية كانت على عهدها في تقديم كل سبل الرعاية لأسر الشهداء وأبناءهم رسالة حب وممر محبة من الزملاء والأحباب بنقدمها ليهم كل واحد متأكد أن أي هدية مجرد ذكرى مش أكتر لناس غليين أنا أول ما أدخلتي من مدازة حسيت بفرحة كبيرة والزمائل اللي شايفيني وبسقفوا لي فكان الموضوع ده كان مفرح ناوي واللي فتك مكتوب على أولاد البطل دي كانت برضي مفرحان حسيت لها فخور ببابا ده رحام أقول له كل سنة وحضرتك طيب يا رئيس ويعني ربنا يوفقك ويقويك على كل المجهود اللي أنت بتبزله عشان نوه وعشان أبناء الشهداء وعشان البلد كلها ومشتي جدا على الحاجات ويعني أشكروه أنا والولاد لأن في أوقات كتيرة قوي بحس دايما بالدعم وباستند منهم الحمد لله على اللي ربنا أعطوهوني ويقول لي ربنا أخده مني الحمد لله يجعله شهيد في الجنة هو عريس الجنة يجعله أعيده في الجنة ابني بطل ويعاش لمصر بطل ولو قديش عايز رجالة مني تاني ياخده لأعيال التانية أقول لي رئيس أبني أخليك ويحروسك للبالك وهو أبني أجددنا على الإرهاب أنا حاب أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الهداية دي ودايما فاكرنا ودايما حاطت أسر الشهداء عنده أولوية ودا شيء طبعا بيساعدنا جدا وحاب أقول له كل سنة هو طيب وكل سنة ومصر كلها طيبة وأتمنى طبعا أن مصر كلها تفضل عايشة في سلام وأمان تحت ظل الرئيس بأمر الله أقول له ألف مبروك أنت وصلت المرتبة أكبر بكثير من اللي احنا نتمنى ألف مبروك يا بني أنا فرحة أولك أصلا قابلها بأسبوع أنا حاسة أنه هو في حاجة جاي لي هاتف اللي محمود هيستوشل هو قابلها بشهرين كان بيقول لي أمي نفسها سوشل بس هو الحمد لله يعني أنا بحمد ربنا بشكل فضل هو كان راجل ويستهيلها كان جاله التجنيد فلما حمود راح فلقيته بيقول له كوات ساعة أنا حسيت بفخر الصراحة بأمانة ربنا أنا حسيت بفخر أشكر رئيس كوموريب اللي هو عمله النادوات ولي بيعمله الناد بأمر الله وربنا وعفاه وربنا في الله وفيه طول عمرنا فخورين بيك وأنت كنت شرف وأنا تشرفت إن أنا كنت زوجتك جلت إسمك وتشرفت بالسابع سنين إن أنا عاستم رأيت عبد تعزيزي ويخطب فلالة الأدري من طريقة إلقاءه وطريقة إخلاصه لوطنه والله مكين اللي بيطلع ويطلع بالقلب لإخلاصه عمله ويتمنى لكل واحد مصري يعرف يمت ترمي البلدية أحب أشكر سياد الرئيس على إن هو فاكرنا ودائما مش نسينا ومعينا في كل مناسبة أنا بشكر الرئيس عبد الفتح السيسي على يعني هو جبر بخاطرنا وبعت حضرت كلنا طبعاً الواحد يحس بفرحة كبيرة جداً جداً تكون القوات المسلحة تتيجي لحد هنا وتشرفنا بنفسها وتخلي حضراتكم تجولنا لحد هنا تخلي أنت باع عند الناس كلها إن القوات المسلحة تنساش حد وأحب أقول لي الزمان محمد ربنا يحميكم أهو طبعاً كلنا نتمنى الشهادة دا شرف القيب أنا آدم لإني محمد كان راجل وعاش راجل ومات راجل كل سنة هو الطابق يا رئيس ومشاكل إني أنت افتقرت أنا في العيد وكل سنة تفتقرنا على صحوج بإذن الله النهر ديوم العيد كلنا جايين عشانكم نفسنا نفرح قلوبكم مصر ما بتنساش وجودكم مصر ما بتنساه الشهيد وجه أو حرج الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم الهدايا لأسر شهداء الشرطة بمناسبة عيد الفطر المبارك التي نعبروا عن شكرهم لمؤسسات الدولة التي اهتمت بهم ومنحتهم المكان التي طريقوا بهم بتوجهة من السيد رئيس الجمهورية وليس بحس بيك جمي في كل مكان وصوتك في المكان بيرن وليس بحان وحاسس بيك هنا سمعني وشايفني شهداء قدموا أرواحهم للوطن فارقون بأجسادهم لكنهم أحياء بذكراهم في وجدان كل مصري الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يحرص على الاحتفاء بهم ومعهم في المناسبات والأعياد ومنها عيد الفطر المبارك يبعث لهم الهدايا دايماً بيفاجئنا بالتكريم وبيفاجئنا بالشكر وبيفاجئنا بكل حاجة حلوة تسعدنا وتسعد أولادنا نهاردة أنا مبسوطة جداً بيوجودكم معانا ومن هدايا الرئيس وأن الرئيس منتناش وابتكرنا ودي حاجة كويسة وإحنا فخرين بيه وحشني يا بابا ومحشني الكلام وياك تعالى في حلمي من فضلك أفض فضلك هما اللي بيدحوا في سبيل الوطن وربنا علشان إن احنا نعيش في بيتنا متطمنين وقاعدين متأكدين محدش هيجي يتعد علينا يعني كل مؤسسات الدولة بتهتم بينا وبتدينا المرتبة اللائقة بينا بناءً عن اللي شايفينه من السيد الرئيس من اهتمامه والسان طيبين، السيد الرئيس بعتلكوا الهدية دي من ناس بتاعدي الفطر سيادة الرئيس اللقاءات بتاعته والسؤال بتاعه وكل حاجة يعني ايه مش وخلينا حسين إن احنا فقدنا حقيقة باية دايماً يبقى فاكرنا كده على طول ويا رب يعينه عشان نحمي بلدنا المصدقة جداً اللي هو فاكرنا مش نسينا في الأعيات دايماً عشان بيقولوا اني بطل وابني بطل أبويا شهيد دي حاجة أكيد تشرفني الدولة دايماً متواصلة معنا وبتهتم بينا ودايماً مش نسينا في أي حاجة ودايماً رئيس على تواصل دايماً مع أولاد الشهداء ودايماً فاكرينهم عدى وقت طويل قوي من طرف الاستشهاد وهم على تواصل معنا ما منسوناش أبداً وليه ما فرحش أيا ما طلبها وإبناء وحقه ما رحش دا ربنا وعطوا بالجنة كله سنة انتو طايبين؟ طايبين دي هدية من السيد رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفتو المبارعة نعم سنة أبويا ما ماتش أبويا شهيد في جنة حي لو لهم احنا ما كانش زمننا عايشين والله لو لإن فيه فصيل مننا طلع وقدم روحه وقدم حياته فداء للوطن وفداء للحرية وفداء للشعب المصري علشان يكون فيه نجاح بيكون فيه طبحية لو طولت أزعك في الدنيا بحالة وقولهم أنا أم البطل وأنا أم الشهيد والصيد الرئيس يعني فاكرني في يوم حلو زي دهوت وكل سنة هو طيب وتنعد عليه بخير وإحنا وراء في أي حاجة إحنا وراء أبويا ما ماتش أبويا شهيد في جنة حي متشكرين على دي دي اللي هو فاكرنا دايماً في أي مناسبة في أي حاجة مش بينتنا أسرة الشهداء كلنا الصراحة نتصيبنا يعني الرئيس متأخر علينا في أي حاجة في أي مناسبة أي مناسبة بتحصل في العيد في أي حاجة الرئيس متأخرش علينا حتى في المدارس بتاعت الأطفال الحمد لله يعني ما متأخرش علينا موسيقى حاجة جميلة جداً لما رأيح البارة لسا فاكراني وفي كل مناسبة بتديلي وبتقدم لهدايا مبسوطة جداً بتحتفلوا بالشهداء واخدين بالكم منهم والرئيس يعني حاسيتنا أنه هو أب مش رئيس دولة لأه هو أب فعلاً وحقه ما رحش ده ربنا وعثو بالجنة ولي يلفخ عشان من أب ما الهشدين أبويا ما ماتش أبويا شهيد في جنة وحايد ولي ما افرحش موسيقى هيا ما طلقه وبمن كان وحقه ما رحش ده ربنا وعثو بالجنة ولي يلفخ عشان من أب ما الهشدين أبويا ما ماتش أبويا سهيد في جنة وحايد جاءت سليمان يوم العرب هدهدة أهدت إليه جراداً كان في فيها وأنشأت بلسان الحال قائلة إن الهدايا على مقدار مهديها لو كان يهدى للمرء قيمته لكان يهدى لك الدنيا وما فيها باختصار الهدية من رسيات الرئيس قيمة جداً وعظيمة جداً أياً كانت هياه الهدية لا تكمن في قيمتها المادية ولكن في التكريم المعنوي اللي أهدهلنا إنه فاكر شاهدنا وفاكر والدنا اللي ضحى بنفسه وضحى بدمه عشان البلد الهدية من سيادة الرئيس عظيمة جداً لأنها وإن دلت تدل على أن سيادة الرئيس مقدر هذا الدم اللي سال على الأرض شاركت وزارة الداخلية المواطنين فرحتهم بالاحتفال بعيد الفطر المبارك المزيد في هذا التقرير مصر 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 تحيا مصر محب فيك الملامح اللي مش على حد يا مصر محب فيك التسامح اللي فاق الحد يا مصر محب فيك دحكتك يا مصر أغمل مفيك لمتك يا مصر أغمل مفيك لقمتك كله والغموس على الأرض أحلى حاجة في الدنيا مصر مصر أم الدنيا تحيا مصر أحلى حاجة في الدنيا مصر 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 دي كوم والدنيا دي كوم الشبر فيها بالدنيا مصر 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 كل سنة والشرطة بخير ومصر بخير وبلدنا يا رب بخير شكرا لحطراتكم كل سنة وانت طيبين وبعدها الليان كل سنة وانت طيبين ومصر بخير إن شاء الله وأمان وتحيا مصر تحيا مصر رغم أنف الحق دي يا دحكة فعي وتفلي بريد يا دعوة من أم على الريد يبكي أدوايا وعرفة الثال هتبشي بينا فاني طريق كل سنة وهم طيبين والشرطة طيبة والشاعة والمصر كلهم كينة كل سنة وهم طيبين وربنا يعودوا عليهم بالخير كما أنتم موجودين إحنا فهمات نسانة وهم طيبين أحلى حاجة في الدنيا مصر 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 أم الدنيا تحيا مصر أحلى حاجة في الدنيا مصر 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 أم الدنيا تحيا مصر مصر دي كوم والدنيا دي كوم الشبري فيها بالدنيا مصر 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 تحيا مصر أحلى حاجة في الدنيا مصر 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 أم الدنيا تحيا مصر أحلى حاجة في الدنيا مصر 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 أم الدنيا تحيا مصر مصر دي كوم والدنيا دي كوم الشبري فيها بالدنيا وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأزيد من السعر الرسمي وزارة الداخلية تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 304 من القضايا التموينية بمضبطات بلغت أكثر من 100 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط 37 طن من السلع الغذائية أما في مجال عدم الأعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 23 طن كما تم ضبط قرابة حوالي 14 طن من الدقيق المدعم في مجال الاستلاء على السلع المدعومة أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط حوالي عشرين طن من الحديد إضافة إلى ستة أطنان من الأسمنت أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط حوالي ثلاثمائة وأربعين قضية من بينها ثلاث وثمانون قضية خبز ناقص الوزن مع أربع وسبعين قضية لخبز غير مطابق للمواصفات المصرية رصدت شبكة مرسل إكسرا نيوز في الخارج مظاهر الاحتفال بعيد الفتر المبارك في عدد من دول العالم المزيد في هذا التقرير مظاهر فرحة وبهجة مختلفة حول العالم تزامنا مع احتفال الجاليات المسلمة بعيد الفتر المبارك بدأت بصلاة العيد ففي مرسلية حرصت الجمعيات الإسلامية على الحصول على تصاريح الصلاة في ساحات مخصصة تناسب الأعداد الكبيرة كما تم فتح الساحات الخارجية للمطاعم بعد عامين من الأغلاق بسبب فيروس كورونا مما أنعش الحركة الشرائية بالأسواق بعد سنتين غياب الحمد لله قدرنا نتجمع وقدرنا نعيد مع بعض وعلى الله كده على خير كلنا ويعود علينا بخير ويتقبر الله مننا ومنكم الحمد لله بعد سنتين بعد دمار كورونا اتجمعنا والمسلمين في مرسلية اتجمعوا وصلنا صلاة العيد وإن شاء الله نصال عيد الكبير في نفس المكان على مدار عامين أثرت جائحة كورونا على مظاهر الاحتفالات بالأعياد داخل فرنسا أما هذا العام استطاع المغتربون في باريس من استعادة أجواء العيد وتجمع العائلات تارينا نحاول ان احنا نظم تجمعات بين الطلبة المصريين هنا عشان يقدروا يحسوا بأجواء العيد ويحسوش انهم في الغربة وبرضو السنة دي عملنا نصقنا مع مبادرة حياة كريمة ان احنا نقدر نخلي الناس المصريين سواء في فرنسا أو في أوروبا عمتا انهم يقدروا يتبرعوا وخاصة عشان زكات الفتر الحمد لله السنة دي ديني رجعت تفتح والنهاردة قدرت أصلي العيد في الجراند موسكيات باري وكانت أجواء يعني كان حلو ان الواحد يعني يستعيد الأجواء اللي كان بالله كتير مش عارف في قضيها يعني وهنا احتفلت الجاليات العربية المقيمة في العاصمة واشنطن بحلول عيد الفتر المبارك وإقامة صلاة العيد دون إجراءات احترازية والله العيد هنا في عمليفة جميل جدا خصوصا معدار الهجرة هنا بيخلونا حتى في رمضان أو في عيد الأضحى بنقضي كل الأيام هنا قبل العيد وبعدين في العيد بنحتفل كلنا هنا الحمد لله العيد في أمريكا كله دايزوان نصومه مع الناس دينا وحبابنا والحمد لله أما في نيويورك فالتجمعات الأسرية وتوزيع الحلوة على الأطفال عقب الانتهاء من الصلاة كانت من أبرز المظاهر الحاضرة التي قد تعود المغتربين بعض مما يفتقدونه بعيدا عن أوطانهم لا هو فيه فرق طبعا فرق كبير مصر أم الدنيا وستاذ يعني فمش هينفع نحن نتكرم هنا بمصر ولكن الأجواء نفسيها انت بتحس بالأجواء الإسلامية لكن مصر لها طعم تاني بتأكيد ده طبعا العيد ده أحسن حاجة يعني خصوصا هنا في أمريكا يعني احنا قلنا طبعا مصريين وسابين مصر من فترة فما بنصدق أن العيد ده يجي التجمع الجميل اللي انت شايفه ده المسلمين يعني حاجة جميلة الأولاد بيفرحوا يعني النهاردة مدارس والأولاد واخدين أجازة من المدارس عشان يعيدوا كل سنة انت طيبين يوم العيد بنقوم من صبحية لازم نفتر طبعا ونحنصوه وبعد كده نلبس ونيجي هنا للجامع نصلي العيد ونقعد شوية مع حبيبنا اللي هنا وبعد جاء نتوكل بعد نروح نفتر بقى تفتر تاري مع العيلة كبيرة على الرغم من الثقافات المختلفة من بلد لآخر لكن دائما الأعياد تجمع القلوب وتقرب الشعوب في أجواء مشتركة ما ظهر في احتفال هذا العام بعيد الفطر المبارك ترجمة نانسي قنقر أعلن البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتمع بمستشار الأمن القومي مع فريق ليطلع على آخر مستجدات الحرب في أوكرانيا البيت الأبيض أكد أن بايدن يرغب في زيارة كييف العاصب لكن لا يوجد أي خطط حاليا بل وشدد البيت الأبيض على أن واشنطن لن ترسل أي قوات أمريكية إلى أوكرانيا أكد رئيس الأوكراني بولاديمير زيلانيسكي أن المفاوضات مع روسيا معقدة بسبب انتهاكات موسكو مشيرا أن المفاوضين الروس لا يملكون صلاحيات اتخاذ القرار كما أعرب رئيس أوكرانيا عن استعداد بلاده لبحث مسألة الحياد شرط الحصول على ضمانات وأكد زيلانيسكي أن روسيا ستتسبب بأزمة غذاء عالمية بسبب عمليتها العسكرية على أوكرانيا معلنا أن القوات الروسية دمرت مدنا بأكملها أكد وزير الخارجية روسي سيرجي لوفروف أن روسيا لن تخاول إنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا بحلول يوم النصر الذي يتم الاحتفال به في التاسعي من مايو الجاري لوفروف أشعر إلى أن العملية كانت تهدف وبشكل خاص إلى ضمان سلامة المدنيين مع التأكد عن عدم وجود تهديدات من أوكرانيا لهؤلاء المدنيين أو لدولته روسيا أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن روسيا لن تتمكن من الاحتلال أوكرانيا قائلاً إن حرب روسيا على أوكرانيا جعلتها دولة منبوذة مستنزفة وأكد أيضاً أن لذلك ستدعيات على وضعها الضيلي والإقليمي هدفنا وهدف الدول النووية المسؤولة وأصحاب المصلحة أتأكد من أن أعراف عدم انتشار الأسلحة يتم احترامها وأن هذه محمية ومعززة لهذا السبب نتحدث بكل وضوح رداً على هذه التعليقات المتهورة من الروس أعرب رئيس وزراء الهند ناريند رامودي عن قلقه من تدعيات الحرب في أوكرانيا جاء ذلك خلال محادثاته التي أجرها في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتز من جانبه أكد شولتز بأن استهداف روسيا للمدنيين في أوكرانيا انتهاكاً للقوانين الدولية كما أعلن أن الاتحاد الأوروبي سيوقف استيراد الفحم الروسي هذا الصيف وسيتخلص من النفط الروسي في نهاية عام 2022 كما أكد المستشار الألماني أن العقوبات لن ترفع قبل توقيع روسيا على اتفاق سلام مع أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن روسيا تحاول تطويق القوات الأوكرانية في دومباس وأضاف أن القتال في ماريوبول لم ينتهي بعد مبينا في الوقت ذاته أن القصف القوي على ماريوبول لا يزال متواصلا قررة أخرى نحن لن نتحدث مسبقا عما يسعى الروس لعمله في يوم الانتصار أو يوم النصر التاسع من مايو في كل مكان آخر هناك قلق وحديث حول الموضوع أنا أقدر إقرارك بهذا الآن أنا لا أقول أن توقعاتهم كلها صحيحة لو لدينا شيء محدد لمشاطرته فسنشاطره أعدنت وزارة الدفاع الروسي عن تدمير 36 موقع عسكريا في أوكرانيا بسواريخ عالية الدقة خلال 24 ساعة الماضية مع القضاء على 170 مسلحا خلال الساعة الماضية وأضاف بيان الوزارة بأن القوات ضمرت مستودع أسلحة والذخائر للسواريخ والمدفعية مع أربع قذائف لمنظومة الدفاع الجوي S-300 ورادار استطلاع بالإضافة إلى إسقاط سبع طائرات مصيرة قالت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات المسلحة الروسية تواصل الهجوم على منطقة العمليات الشرقية وأشار المتحدث باسم الدفاع الأوكرانية إلى أن الهجمات شملت اتجاهات سلوبوزرنك وادوناتسك مضيفا أن روسيا تعيد تجميع قوتها في اتجاهات زابوريجا وميكولايف أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن مسؤولا دفاعيا أمريكيا أعلن بأن الولايات المتحدة تعتقد أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي فاليري جراسيموف زار منطقة دومباس الأوكرانية الأسبوع الماضي لكن لا يمكن تأكيد تقارير إعلامية تفيد بأنه أصيب أثناء القتال المسؤول الأمريكي قال إنه يمكن لواشنطن أن تؤكد أنه كان في دومباس نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا لمدنيين تم إجلاؤهم من مصنع السلب في مدينة ماريوبول وهم في اتجاههم إلى منطقة دونتسك وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت إجلاء ثمانين مدنيا من مصنع زوفستال آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول بمنطقة دومباس وأكدت الأمم المتحدة استمرار هذه العملية التي بدأت السبت بالتنسيق بين أوكرانيا وروسيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر ترجمة نانسي قنقر أعلنت مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الدولية سالست والندر بأن الولايات المتحدة تحاول ضمان تحول الوضع في أوكرانيا إلى فشل استراتيجي روسيا وقالت والندر خلال ندوة في المجلس الأطلسي في واشنطن العاصمة الأمريكية قالت بشأنه إن مهمة حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بروسيا والأمن الأوروبي وسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها هي ضمان انتهاء هذه الأزمة بفشل استراتيجي روسيا كما أكدت بأن العقوبات الغربية ستضرب بمرور الوقت وبشكل متزايد لاتصاد الروسي بشكل عام وقطاع الصناع الدفاعية بشكل خاص بل وقالت إن الغرب سيحاول محاسبة القيادة الروسية أما مشعبها وعلى الساحة العالمية أعلن قصر الأليزي أنه منذ بداية العملية العسكرية روسية على أوكرانيا أرسلت السلطات الفرنسية مساعدات عسكرية إلى كييف بقيمة 100 مليون يورو وإنها تخطط لإرسال مساعدات جديدة وإن فرنسا ستواصل تزويد أوكرانيا بإمكانات عسكرية إضافية استجابة لمتطلبة السلطات الأوكرانية وبالتنسيق مع شركائها وحلفائها الأوروبيين وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في وقت سابق أن المساعدات العسكرية التي تقدمها باريس وحلفائها إلى أوكرانيا لا تعني أن هذه الدول تخوض حربا ضد روسيا موسيقى قالت مفاوضة الطاقة الأوروبية كادري سامسون بأن المفاوضية الأوروبية ليس لديها أي معلومات تفيد بأن أي تشاركة أوروبية دفعت بالروبل مقابل الغاز الروسي وخلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الطارئ لغزراء الطاقة في أوروبا في بروكسل قالت سامسون إن دفع ثمن إمدادات الطاقة الروسية بالروبل يعتبر انتهاكا للعقوبات كما أعلنت أن مستوى تخزين إمدادات الغاز في أوروبا بلغ حوالي 32% أوضحنا أن المدفوعات إلى الروبل سيؤدي انتهاك العقوبات لأن ذلك سيقدم وصولا للمنك المركزي الروسي ولكن الكثير من الشركات سوف تقوم بتسديد مدفوعاتها في منتصف شهر مايو وتحاول أن تفهم بطريقة أفضل الوضع ويجب أن نمنح لهذه الشركات معلومات واضحة بأن الدفع بالروبل بموجب آلية تحويل المبالغ إلى الروبل وتبني أيضا المدفوعات إلى حساب جاسبرام هو انتهاكا للعقوبات يمكن قابوله قالت وزيرة الطاقة والبيئة الفرنسية باربرا بومبيلي إن الدول الأعضاء مجمعة على العقوبات ضد روسيا والدفع باليورو كما أكدت أن وزراء الاتحاد الأوروبي للطاقة اتفقوا على التمسك بموقف موحد حيال دفع ثمن الغاز الروسي لقد ناقشنا بالأساس قضية الغاز وإمدادات الغاز هناك حزمة جديدة من العقوبات قيد الإعداد وسوف يشمل قضايا مختلفة وهذه الحزمة تستمر المناقشات بشأنها خلال هذا الأسبوع ستحصلون على معلومات خلال الأيام المقبلة فيما يتعلق بقطع إمدادات الغاز إذا ما قررت روسيا اتخاذ قرار من طرف واحد الواقع أن العمل الذي نقوم به الآن يرمي إلى الاستعداد إذا ما اتخذ قرار من هذا القبيل إذن هذا هو العمل الذي نقوم به بفضل تعاون الجيد مع المفوضية الأوروبية لسيما فيما يتعلق بتخزين الغاز وأنا سعيدة أن القرار جديد بشأن تخزين الغاز تمضي على أحسن ما يرامل نفت الحكومة الإيطالية ما تردد عن توجه روما إلى السماح للشركات بدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي بالروبل وأكدت إيطاليا أنها في انتظار تحديد موقف مشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي من المدفوعات إلى روسيا حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريش من أن الحرب في أوكرانيا تؤدي إلى التفاقم أزمة ثلاثية هي الغذاء والطاقة والأزمة المالية وذلك في جميع ألحاء قارة إفريقيا جاء ذلك يأخذ لزيارة جوتيريش إلى السنغال واجتماعه مع الرئيس ماكيسال وأكد جوتيريش ضد ضرورة ضمان التدفق المستمر للغذاء والطاقة في الأسواق المفتوحة وإزالة جميع القيود التصدير غير الضرورية بلغ معدل تضخم في فرنسا حوالي 4.8% على أساس سنوي بينما يحاول المواطنون شراء كمية أقل من المواد مما يصهم بتهديد التضخم المصحوب بالركود وسائل إعلام الفرنسية قالت إن البنك المركزي أصبح أمام خيارين لتجنب هذا الركود التضخمي حسب الوصف الاتصادي إما لتقليل شراء الأصول من السوق أو برفع أسعار الفائدة أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إن حكومته وافقت على حزبة تحفيز جديدة قيمتها 14 مليار يورو لحماية الشركات والأسر من الأثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا وأضافت راجي أن الإجراءات لن تؤدي إلى زيادة عكس الميزانية في البلاد هذا العام وأنها ستمول جزئيا عن طريق زيادة ضريبة تفرض لمرت واحدة على شركات الطاقة أفادت وكالة بلومبرغ أن المزارعين في جميع أنحاء العالم يواجهون نقصا في إمدادات الأسمدة التي تستخدم لزيادة الإنتاج والحيلولة دون تدمير المحاصيل الزراعية وسط مؤشرات قاتمة بشأن الموسم الحالي مع مخاوف من اضطرابات في العالم بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبحسب ما أوردته الوكالة الإنجليزية فإن السيناريو الأقل حدة يشير إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة قد يؤدي إلى انخفاض غلة المحاصيل مما سيرفع الأسعار في متاجر البقالة وذلك لأشهر أو حتى لسنوات عدة في جميع أنحاء العالم مما سيؤثر على الأمن الغذائي لكل أسر العالم أدت الأزمة الروسية الأوكرانية فعليا إلى قطع ما يقرب من خمس صادرة العالم من الأسمدة المزيد حول هذه الأزمة مع زميل أحمد أبو زيد لا تزال الأزمة الروسية الأوكرانية تخيم بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي لم تتوقف هذه الأزمات التي خلفتها الأزمة عند حد ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية أو توقف سلاسل الإمداد فقط إذ تتزايد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية هذه المرة من الأسمدة ما يهدد الأمن الغذائي العالمي الأزمة الروسية الأوكرانية أدت فعليا إلى قطع ما يقرب من خمس صادرات العالم من الأسمدة وبالتالي فقدان سكان العالم لنحو خمسين بالمئة من المحاصيل التي ينتجونها يواجه المزارعون في جميع أنحاء العالم نقصا واضحا في إمدادات الأسمدة التي تستخدم لزيادة الإنتاج والحيلولة دون تدمير قطاعا كبير من المحاصيل الزراعية وكالة بلومبرج للأنباء قالت أن السيناريو الأقل حدة يشير إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض ناتج المحاصيل ما من شأنه وبالضرورة أن يرفع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم حتى في تلك الدول المتقدمة أما بشأن الاقتصادات النامية فإن انخفاض استخدام الأسمدة في هذه الاقتصادات سيواجه بالفعل مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي ما من شأنه أيضا أن يهدد بسوء التغذية اتصالا بأزمة نقص الأسمدة التي تهدد الأمن الغذائي العالمي فقد حذر الرئيس الأوكراني فلودمير زيلانسكي مما أسماها أزمة غذائية عالمية مشيرا إلى أن بلاده التي تعد مصدرا رئيسيا للحبوب قد تقسر عشرات الملايين الإضافية من الأطنان بسبب الحصار الروسي لموانئها المطلة على البحر الأسود تحذيرات الرئيس الأوكراني فلودمير زيلانسكي وجدت صدا لها دعا وزير الزراعة الألماني إلى مساعدة أوكرانيا في تصدير القمح مشيرا إلى أنه سيناقش كيفية ضمان إيصال كييف إلى الأسواق العالمية ونفاذها مع بحث إتاحة طرق نقل بديلة خلال قمة مجموعة السبع لوزراء الزراعة التي ستعقد منتصف هذا الشهر الأمم المتحدة بدورها حذرت مجددا من أن تداعيات الصراع في أوكرانيا قد يخلف آثارا خطيرة على قدرتها على إيصال مساعدات الأغذية اللازمة بصورة عاجلة لقطاع كبير من دول العالم التي تحتاج مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بايزلي قال أن هناك نحو أربعة ملايين ونصف المليون طن من الحبوب محتجزة داخل الموانئ الأوكرانية أزمات متعددة في قطاعات مختلفة لم تقتصر فقط على أزمات سلاسل التوريد أو الأزمات المرتبطة بارتفاع كلفة المعيشة وزيادة الأسعار وإنما حتى المحاصيل الزراعية تواجه مشكلة أساسية مرتبطة بستراتيجية وصناعة حيوية تقوم عليها هذه الزراعات وهي الأسمدة أزمة من شأنها أن تخلف أزمة غذاء عالمية وفق تقديرات المؤسسات الدولية ذات الصلاة أهلا بكم وهذه حصة الرياضة حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف مواعيد مبارتي منتخب مصر في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للنسخة الجديدة من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة في كوديفوار عام 2023 وتقرر إقامة مباراة الجولة الأولى لمنتخب مصر أمام غينيا يوم الثاني من يونيو في استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بينما يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإثيوبي في الجولة الثانية على ملعب الأخير يوم السادس من يونيو القادم في تمام السادسات مساء بتوقيت القاهرة أهلا لاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا معقبة الاتحاد السنغالي لكرة القدم بعد الأحداث التي شهدتها مباراة مصر والسنغال في إيابة تصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي انتهت بفوز السنغال بركلة الترجيح وأشار الفيفا على موقعه رسمي لأن لجنة الاندباط قررت معقبة منتخب السنغال بإقامة مربارات واحدة دون جمهور بالإضافة إلى غرامة قدرها 175 ألف فرانك سويسري أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبات ضد الأندية الروسية من بينها استبعادها من المشاركات الكروية في الموسم القادم وذكر الاتحاد بأن العرض الروسي لصدافة بطولتي كأس الأمم الأوروبية 2028 ويورو 2032 غيج مؤهل من جانبه أكد الاتحاد الروسي رضا لكرة القدم بالطبع رضه لهذه العقوبات الجديدة التي أعلنها يويفا بحق الأندية والمنتخب الروسي مؤكدا متابعة الطعون المقدمة إلى محكمة التحكيم الرياضية مع إمكانية تقديم طعون جديدة يواجه ليبربول الإنجليزي فريق بياريال الإسباني في التاسع عام المساء اليوم الثراثاء في إياب نصف نهاية دور أبطال أوروبا وكان ليبربول قد فاز في لقاء الذهاب على أرضه بهدفين نظيفين وقال المدير الفني لليبربول أنه على الفريق أن يكون مستعدا لمواجهة ضغط بياريال مشيرا خلال مؤتمر الصحفي للمباراة إلى أن فريقه أنجز نصف المهمة فقط مواجهة حاسمة يستضيفها ستادلا سيراميكا في شرق إسبانيا بين ليبربول الإنجليزي ومضيفه فياريال الإسباني في إياب نصف نهائي دور أبطال أوروبا الريجز تقدم خطوة كبيرة نحو بلوغ المباراة النهائية لمسابقة شامبيونز ليج بعد فوزه في ملعب أنفلد على ضيفه فياريال بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي ويبحث ليبربول عن الفوز بأي نتيجة أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف للتأهل إلى الدور المقبل أما فريق الغواصات الصفراء الذي تأهل إلى نصف نهائي لأول مرة منذ 16 عاما بعدما أقصى يوفينتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني يسعى لإكمال مشواره المميز واستغلال عامل الأرض والجماهير لتعويض خسارته أمام ليبربول للتأهل إلى نهائي دور الأبطال وقبل أيام وجه ليبربول انذارا إلى فياريال بعدما فاز على نيوكاسل بهدف نظيف في الجولة الخامسة والثلاثين من الدور الإنجليزي بينما استغل فياريال مواجهته أمام ديبورتيفو ألافاسا في الدور الإسباني على أكمل وجهه بإراحة المدرب أوناي إميري للعديد من عناصره الأساسية ترقبا لاستضافة الريدز خلال المواجهة المرتقبة يسعى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليبربول لمواصلة سجله التهديفي الرائع خلال الموسم الحالي بدور أبطال أوروبا حيث سجل ثمانية أهداف يأتي بها في المركز الرابع بين اللاعبين الأكثر تسجيلا المتأهل من هذه المباراة سيلاقي المتأهل من لقاء ريال مدريد الإسباني ومنشستر سيتي الإنجليزي في المباراة النهائية مما سيعطي المواجهة زخما كبيرا من الإثارة والمتعة الكراوية يسود البلاد اليوم الثلاثاء تقص حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري شريد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بينما يسود تقص لطيف ليلا على معظم الأنحاء وفيما يريد نقدم لحضراتكم هذا البيان بهذه الدرجة المتوقعة ترجمة نانسي قنقر وبأخبار التقص نكون قد وصلنا إلى ختام جولة الثالثة وهذا تذكير بأهم العنوين الرئيس السيسي يشارك أسر وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر المبارك ويكرم عددا منهم البيت الأبيض يؤكد عدم إرسال أي قوات أمريكية لأوكرانيا وبيزن يجتمع بمستشار الأمن القومي لافروف يؤكد أن روسيا لن تحاول إنهاء العملية العسكرية على أوكرانيا بحلول يوم المصر هذه نقطة ختامنا ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسرا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيوار كودة ظاهر أمام حضراتكم الآن على هذه الشاشة تلتقيكم إخباريا على رأس الساعة القادمة إلى هذا الحين وأبدا لا استوضعكم الله كنت معكم أنا تابر حنفي بصحبة لأي أبعض